اشتركوا في القناة وتحقيقه هو تقديم مستوى عال من النظافة وخاصة فيما يخص الأجواء الداخلية عندما يتم توفير هواء تكييف نقي وصحي نحن في بيتس ديزاين أحدثنا ثورة في عالم أنظمة التكييف وذلك بابتكار تقنيات لم يسبق إليها تساعد على توفير طاقة التكييف وجعله أكثر فعالية وكفاءة مع توفير أعلى درجات الراحة ها نحن نقدم لكم التقنية التي طال انتظارها في مجال التكييف وقد تم تسميتها ليفا ليس انيرجي اول فريش اير والتي تعني تكييف بطاقة منخفضة وتهوية كاملة 100% هواء خارجي متجدد كما أن التكييف بتقنية ليفا يخفض 90% من فاتورة صيانة تكييف الفنادق أو غيرها تقنية ليفا تفتخر بميزتها الفريدة بما توفره من هواء خارجي متجدد 100% وذلك لكل غرفة ومكان بالمبنى ونفس الهواء الخارجي يتم تنقيته عبر مروره بفلاتر من نوع هيبا فلتر المخصصة والمستخدمة في المستشفيات وغرف العمليات لتوفير الأجواء الصحية على العكس من التكييف بالنظام الحالي فإن التكييف بنظام ليفا لا يسمح برجوع هواء المبنى إلى المكيف وتدويره لذا فإن نظام ليفا يعتمد نظام دائرة الهواء المفتوحة بحيث في كل مرة يأتي هواء جديد للمكيف يتم تنقيته بالفلاتر من الغبار وبالتالي هواء المكيف بالنظام ليفا لا ينقل أي غبار ولا حتى الرائحة من غرفة لأخرى أو من مكان لآخر الإجراءات الخاصة بتجهيزات غرف النزلاء في الفنادق الخمسة نجوم تحرص على التنظيف الشامل للغرفة ومحتوياتها دون الاكتراث بتنظيف ممرات الهواء التي تحتوي على هواء ملوث لطالما تم تدويره ويبقى داخل المكيف عندما يتم إطفاؤه لكي يتلقاه النزيل الجديد نظام ليفا هو الحل الوحيد لهذه المشكلة والذي يوفر هواء جديد للنزيل القادم بالإضافة إلى هواء متجدد لنفس النزيل خلال فترة إقامته وهذا يساعد على طرد الروائح الكريهة كالتدخين داخل الغرف وغيره في دقائق معدودة هنا نظام ليفا يجعل الفندق بدرجة من النظافة تستحق أن تكون درجة سبعة نجوم لتوفر الأجواء الصحية فيه مبدأ تقنية ليفا هو أن مسكن الإنسان يستحق تهوية متجددة 100% علما أن أنظمة التكييف الحالية وحسب المعايير الدولية توفر تهوية بنسبة 10% ناهيك عن أن البعض لا يطبق الأنظمة ولا يوفر أي تهوية وكل ذلك يرفع من نسبة التلوث في الأجواء داخل المبنى عندما يكون التكييف بنظام ليفا تكون التهوية المتجددة 100% بحيث أن هواء المبنى المستخدم يطرد من المبنى بدلا من تدويره وبالإمكان أن يستفاد منه في تبريد غلاف المبنى أو أي من المناطق الخارجية المحيطة به علاوة على ذلك استطاعت شركة بيتس ديزاين أن توجد حلا جديدا مبتكرا وهو أجهزة ليفا لتكييف الشوارع والتي تمكن من تكييف المساحات المفتوحة بطاقة زهيدة تصل إلى 300 كيلو واط في السنة لكل متر مربع بتكلفة 20 ريالا سعودي ولمدة تشغيل يومي تصل إلى 10 ساعات وبدرجة برودة بين 24 و28 مئوية في ساعة الثروة وهذا النظام سيقلل التلوث في الشوارع الصادر من عادم السيارات أو من زحام الناس أما في أماكن الجلسات كالمطاعم والمقاهي والمطاعم المفتوحة فهو يعطي درجة 24 مئوية في الظروة ويمنع انتقال الغبار إلى المكان المكيف أو حتى الرائحة بين الجلسات وبشكل آخر شركة بيتس ديزاين تستطيع أن تضع تصاميماً لأحياء ومدن جديدة تعمل بنظام ليفا على غرار نظام التكييف المشترك للمباني والمسمى بنظام ديستريكت كولينغ وهذا النظام معروف بنظام تكييف الأحياء وتغذية المباني بالمياه المبردة من وحدات تشيلرز وهذا النظام يوفر استهلاك الطاقة المبذولة لتبريد المياه عن طريق الاستفادة من معامل التغيير الكمي للأحمال ما يسمى Low Diversity Factor ولكن نظام ليفا يضيف توفير استهلاك الطاقة المبذولة لتبريد الهواء عن طريق مشاركة المباني في هواء التهوية المتجددة من مكيفات هواء مركزية تقوم بتبريد الشوارع والمساحات المفتوحة حول المباني وأيضاً المباني نفسها فالكل يشترك في تكييف هواء ليفا مما يزيد معامل التغيير الكمي للأحمال الخاصة بالهواء وبالتالي يقلل استهلاك الكهرباء أكثر من النظام الحالي ليفا ثورة في مجال تقنية التكييف تقوم بتصاميمها شركة بيتس ديزاين لتعطي عهداً جديداً للتكييف والذي سيكون له السبق في مجال تخفيض الطاقة وكذلك في مجال أنظمة المباني الخضراء لأنها ستوفر لإنسان حقه في استنشاق هواء متجدد غير مكرر سواء داخل أو خارج المبنى كما أن نظام ليفا سيوقف حالات نقل التلوث في كثير من المباني خاصة العامة منها كأماكن العمل والمستشفيات والمدارس وجميع الأماكن العامة ندعوك والعالم أجمع لتعيش تجربة الأجواء الصحية الفريدة مع ليفا اشتركوا في القناة